إذا مشاهدين تنطلق بعد يومين انتخابات الرئاسة الروسية وتستمر على مدار ثلاثة أيام في انتخابات محسومة النتائج سلفا وفق مراقبين فهذه الانتخابات تجري على وقع تطورات بارزة طرأت على مسار حرب أوكرانيا مع تقدم القوات الروسية وسيطرتها على مناطق جديدة أبرزها أفديفكا فيما يستعجل الناتو إدخال مقاتلات الأف 16 ويدرس نشر قوات على الأرض لصالح كييف وهو مضطر بوتين للتهديد باستخدام قوته النووية والتحذير من أن موسكو ستعتبر أي قوات أمريكية تطأ أراضي أوكرانيا على أنها جهات دخيلة وستشمل الانتخابات المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في أوكرانيا في عام 2022 كما أن المعارضة السياسية ستكون غائبة بشكل كبير عن قائمة المرشحين الرئاسيين بعد استبعاد المرشحين الوحيدين الاثنين وبقاء آخرين ينظر إليهم على أنهم واجهة للانتخابات وليسوا منافسين حقيقيين للرئيس بوتين ويضغى كذلك طيف المعارض أليكسي نافاني الذي شيع قبل شهر ويبقي المخاوف قائمة من تحركات احتجاجية قد تشوب سير العملية الانتخابية وتعكر صفوها وعلى رغم من معرفة النتيجة سلفا إلى أن الكريملين سخر حملة كبيرة لتعزيز شرعية العملية الانتخابية ولم يقصر الرئيس بوتين بالوعود الإصلاحية وتخصيص الأموال للتحديث المدارس والبنى التحتية وأيضا مكافحة الفقر وحماية البيئة والتعزيز التكنولوجيا وغير ذلك كما ينظر للغرب متوجسا ومحذرا من رد حازم في حال حصول أي تدخلات في العملية الانتخابية لا سيما مع التحركات على حدوده في أوكرانيا ومع توسع حلف الناتو الذي اعتبر أن رفع علمه في استوكهولم غير ذي أهمية فيما تعهد بنشر القوات وتعزيز الدفاعات على حدوده مع فنلندا إذا انضمت هي الأخرى رسميا للحلف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر